المواقف المختلفة من العدوان الثلاثة على مصر خامسا موطف السوريين وبقية الدول العربية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشتر مصدر ومرجع المعلومات با موطف السوريين عندما تأتد لدى العامة السورية حقيقة العدوان بادر في الثلاثون ارتوبر 1956 ميلادي إلى تشتي المجموعة من القوات السورية مؤلفة من لواء مشات ولواء مدرعات وثلاث أفواج مدفعية من الوحدات الإدارية وتوجيهها إلى مصر عن طريق الأردن حيث وجد الضباط السوريون أن خير مساعدة يقدمونها إلى مصر هي كميات من الأسلحة بالإضافة إلى مساعدة هامة تكمن في نسف أنبيب البترول كما نسف الضباط الطوميون في سوريا محطة الضخ التابعة لخط الأنابيب شريطة البترول بالعراق للتأثير على إمدادات الغرب من السلاح وعليه تانى قيام بعض الضباط السوريين بتخريب خط أنابيب شريطة النفط العراقية وتطعيم أنابيب البترول في الأراضي السورية خاصة أنابيب البترول التي تحمل النفط الموصل إلى البحر الأحمر لذا يترى أن من واجبهم تخريبها للتأثير على إمدادات الغرب وبالتالي دعم ميس بشكل كبير في نورطة هامة جيم موقف بقية الدول العربية وطفت الشعوب العربية إلى جانب ميس مناصرة لها ومنددة بالعدوان الثلاثي على أراضيها فقد أدراتت أن هذا العدوان يتصل بشكل أو بآخر بثورة الجزائر والعدوان الصهيوني والحرب الصهيونية التي شنها الغرب على العالم العربي لذا إذا لم تبقى الأمة العربية ملتزمة بموطف المتفرج براحة الطرف عربي يبحث عن وسيلة التي يستطيع بها مساندة ميس حيث قامت المظاهرات في مختلف مناطق العالم العربي احتجاجاً للعدوان بعد أن أيقنت أن سطوط ميس يعني تساقطها جميعاً على المدى القريب فراحت الجماهل العربية عريضة وواسعة لكل بطعة من الأرض العربية تتظاهر سلماً وعنفاً في تايد ميس وشعبها وقيادتها وجيشها فقيام مظاهرات المواطنين العرب ضد المصالح الغربية في كل الأرطاء العربية بشكل واسع وانطلاطاً من هذا الشعور الرافض للعدوان الثلاثي على ميس تطاعت كل من المملكة العربية السعودية والسورية علاقتها بكل من فرنسا وبريطانيا في حين تطاعت كل من الأردن والعراق علاقتها بفرنسا حيث أنه لأول مرة في التاريخ المعاصي تفرض الغليان الجماهيري حتى على الأنظمة الموالية للغرب أن تدين العدوان الثلاثي وأن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وبريطانيا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد موسيقى المترجم للقناة